السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي بغض النظر عن ما يقال عن الموز يعني طعام الفلاسفة طعام الحكماء فاكهة السعادة وبغض النظر عن شوية المعادل الموجودة فيه اللي الناس تعتقد أنه متروس مليان بوتاسيوم وكل اللي فيه 8% من حاجة جسمنا اليومية وبالنسبة لفيتامين سي بعطينا 10% وبعطينا 31% من فيتامين بي 6 بغض النظر عن كل هذه الأمور الموز لا يصلح للسكريين إلا إذا تم تناوله بالطريقة اللي راح نقولها بعد شوي إن شاء الله ولازم نوضح السبب لازم نعرف السبب اللي بيخلي هذا ممنوع على الناس اللي دمهم زي العسل لازم نوضح الأسباب بيتراوح وزن الموزة ما بين 80 إلى 150 غرام إحنا هيك ما راح نستخدم من الموزة أو موزتين راح نستخدم المائة غرام من الموز المقشة يعني بنتكلم الآن على اللب بدون القشة السعرات الحرارية اللي موجودة في المائة غرام هي 90 المؤشر الجليسيمي أنا بعتبره مرتفع لأنه من 53 إلى 63 وبعض الإخوة والأخوات بيسألوني ليش أنا دائماً بذكر المؤشر الجليسيمي وما بذكر الحمل الجليسيمي لا بالعكس أنا بذكر الاثنين المؤشر الجليسيمي هو عبارة عن سرعة ارتفاع السكر في الدم بعد تنوّل غداء أو ضعام معين أما الحمل الجليسيمي فهو نسبة الكربوهايدرات والسكر اللي موجودة في هذا المكون فأنا بذكر الاثنين دائماً وبفصل أكثر على الحمل الجليسيمي لكن إذا كان المؤشر الجليسيمي منخفض يعني تحت الخمسين وكان الحمل الجليسيمي اللي هو نسبة الكربوهايدرات عالية نتجاهل المؤشر الجليسيمي الميتة غرام فيهم 23 غرام كربوهايدرات منهم 3.5 غرام ألياف فيهم 14 غرام سكر والنشاء اللي هو الستارش فيهم 5.5 يعني إحنا بنتكلم عن 4 ملاعق من السكر أو 4 مكعبات هذا عالي جداً 19.5 غرام منهم 4 غرامات سكروز اللي هو يبارع الخليط من الجلوكوز والفراكتوز وفيهم 5 غرامات جلوكوز وفيهم 5 غرامات فراكتوز والباقي المتباقي الـ 5.5 غرام نشاء رح يتحول للسكر شئنا أم أبينا عشان هيك أنا قلت في البداية إنه الموز ممنوع على الناس اللي دمهم زي العسل إلا إذا إلا إذا إيش إلا إذا بتتناولوا أخضر نية يعني ما استواش لسه وكم نأكل منه مسموح لك لغاية موزتين إلى ثلاث في الأسبوع طيب يا دكتور ما هو هذا طعمه مش يعني مش حلو ما في حلو يعني مشكلة أنا بقول لك خذ موزة واحدة يوم ما بدك تاكل الموز حطها بع شوية حليم اللوز وحط فوقها معلقة قرفة وخلطها بالخلاط وصحتين وعافية وبرجع بقول هذا رأيي الشخصي في الموز وإنت طبيب نفسك وكل شيء بتحدث عنه أنا بعطيك المعلومات الصح عنه وإنت طبيب نفسك وجرّم كل شيء بنفسك يعني بمعنى بدك تاكل موز خذ موزة واحدة وكلها وصحتين وعافية وبعدها قيس السكر يعني قيس السكر قبل وبعد إذا رفعت لك السكر فمعناها تبعد عنه إذا ما رفعت لك السكر فبالهناء والشفاء والأفضل إنك تاكل بس الفواكه المسموحة حتى تكون أنت في السليم وفيديو الفواكه المسموحة موجود في القناة يا ريث بس تبحث تقول الفاكهة الدكتور علي بيطلع لك هذا في اليوتيوب بيطلع لك الفيديو وبتشوف الفاكهة المسموحة وتقريباً عشرين نوع وما بتضره نهائياً إن شاء الله طبعاً هاي تجربتي الشخصية بدون أدوية أنا بحكي كل فيديوهاتي اللي بحكي فيها عن الفواكه وبحكي فيها عن الخضار وبحكي فيها عن كل شيء بدون أدوية أما الشخص اللي بيطلع يعلق ويقول أنا إلي عشرين سنة أو عشر سنوات عندي سكري وباكل كل شيء وبتلاقيك بتأخذ كيلو أدوية أنت بالشهر أنا بحكي كل كلامي هذا بدون أدوية ما في أدوية سكري ولا إنسولين أما إذا بدك تستمتع بالحياة بتأخذ إبر إنسولين وبتأخذ حبوب كلوكوفاج وميتفورمين وجارديانس ومتراجين تهدو وكل هاي الأمور إذا بتأخذ الحبوب بتقول لي لا ما برفعش السكر ما أنا بأخذ دواء انت حر انت حر صدقني وانت حر طبعا لكن من تجربتي مع السكر تجربتي الشخصية مع السكر من يوم بديت أترك هاي الأمور والحمد لله كل شيء تمام عندي أنا ما بقول إنه الفواقه ما بتغذي ما بقول غير مغذية لا 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 ما بقول هي مغذية من أفضل المغذيات أصلا ومضادات الأكسدن وما بقول احرم حالك نهائيا وبعض الناس والإخوة بيسألوني في التعليقات ما يعني فيه بنوكل شوية وكذا ما هو لو قلت أنا مسموح بتلاقي الإنسان بروح يقول له قديش ثلاث بردقانات أربع بردقانات طبق فاكهة بعد الغداء مش عارف إيش ما بينفع ما بينفع ما بينفعش إذا بقول لك مسموح اعمل ذل ما بعمل يعني أنا إذا بيجي عباري البردقان لو أكلت كل يوم ربع برتقالة يعني أقطع البردقالة أربعة وأكل ربع واحد عشان طعم ثمي ما عنديش مشكلة وعلى فكرة أنا بأكل البردقال بقشره لأنه فوائده فوائده بقشر أكثر من فوائده وكذلك الليمون أنا بأكله بقشره لما أقول مسموح مش يتروح تجيب لي قطف عنب أنا قلت إذا بدك تأكل عنب كل كل خمس حبات عشر حبات عشان الطعم بس عشان ما تحرمش حالك نهائيا مرة بالأسبوع بلي كثير مرتين بالأسبوع أما لو قلت أنا مسموح كل يوم موسم العنق كل يوم الناس بتأكل عنب فأنا بقول لا ولازم ندير بالنا منه لازم ندير بالنا من الفراكتوز وخاصة اللي عنده سكري وللإجابة على السؤال هل يصلح التين للسكريين الحلوين اللي دمهم زي العسل هل يصلح أم لا يصلح أقول يصلح ولا يصلح يعني في شروط وإن شاء الله رح نشوف مع بعض ما هي الشروط وشو الأسباب اللي بتخلينا نضع شروط لتناول التين وإن شاء الله أيضا رح نشوف مع بعض ما هي الفوائد اللي بيستفيدها جسمنا من التين طيب يا دكتور ما هو فيه سورة في القرآن الكريم سورة التين وربنا سبحانه وتعالى أقسم بالتين وأقسم بالزيتون ولولا أهميته ما كان أقسم به الله سبحانه وتعالى ما فيه اختلاف أنه لما ربنا سبحانه وتعالى يقسم بشيء فهو شيء عظيم هذا ما فيه على الاختلاف لكن لما نيجي لقصة السكريين الحلوين اللي دمهم زي العسل العلم مثلا مذكور في القرآن الكريم 11 مرة مرتين بصيغة أو بكلمة عنب أو عنبا وتسع مرات بكلمة أعناب فهل يصرح للسكريين ما احنا عارفين أنه العنب لا يصرح للسكريين حتى لو ذكر في القرآن كذا مرة بحث في التفاسير فوجدت أنه بعض التفاسير تقول أنه تين هو عبارة عن مسجد دمشق أو دمشق وأنه الزيتون هو عبارة عن بيت المقدس وحسب قولهم أنه هذا لأنه لبعده إجاء مكان وبعده مكان فالله سبحانه وتعالى أقسم في مكان 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 أربع أم كذا والله سبحانه وتعالى أعلم ومعظم التفاسير ورأي جمهور العلماء على أنه التين الذي يؤكل والزيتون الذي يؤكل وأيضا الله سبحانه وتعالى أعلم وقد يذكر البعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قال أنه التين هذا من فاكهة الجنة لو كان فيه فاكهة نزلت من الجنة لقد قلت أنه التين وأنه بعالج النقرص وبعالج البواسير الألباني رأيه في هذا الحديث على أنه حديث لا يصح أجاب على سؤال أحد السائلين وقال سأله هل هذا الحديث موضوع ولا ضعيف قال له أنا اللي أعرف أنه هذا لا يصح يعني غير صحيح أما من أنه ضعيف أو غير ضعيف أو موضوع فارجع للكتاب اللي ألفته لا وهو سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة فهو لا يصح فإخواني وأخواتي نتأكد من الأحاديث قبل ما نؤمن مثل ما تورثناها مثلا أو سمعناها في أحاديث موضوعة كثيرة فننتبه إن شاء الله والله سبحانه وتعالى أعلم وطبعا ما بدي أدخل في جذل في هذا الموضوع الأفضل إن نركز على حربنا على السكري ونشوف علميا وتطبيقيا هل يصلح التين للسكريين الحلوين ندمهم زي العسل أم لا يصلح لو أخذنا 100 غرام من التين أحيانا بيكونوا 100 غرام ثلاث حبات وفي الأغلب بيكونوا حبتين حبتين أو ثلاث حبات يعني من هذا القبيل 100 غرام للي بيحسبوا السعرات الحرارية السعرات الحرارية 75 مؤشره لقليسيمي 40 وهو في السليم اهم شيء عندنا اللي هو كمية السكر في 100 غرام كمية السكر في 100 غرام 16 غرام يعني ثلاث مكعبات وشوي سكر خمسة منهم غلوكوز هذول رح يطلع على الدم فورا خمس غرامات منهم فراكتوز وخمس غرامات غالكتوز وسكروز وسكريات أخرى موجود تقريبا فيهم غرام واحد مجموع الفراكتوز مع القالكتوز على بعضهم بيصير عندنا عشر غرامات من الفراكتوز ومن القالكتوز الفركتوز والجلوكتوز بتعامل معهم الكبد الكبد فقط لكن الكبد بيحول الجلوكتوز أسرع من تحويل الفركتوز إلى glucose يعني بيحولهم اثنياً لجلوكوز لكن الجلوكتوز بتحول أسرع من الفركتوز لكن هل هذا يعني أنه مناكلتين لا رح ناكلتين لكن عشان هيك أنا قلت بدنا ناكله شروط وطبعا إذا كانت الخلية مليانة بالدهون أو مليانة بالطاقة ومش محتاجة سكر ولا محتاجة طاقة الكبد ما بيضل عنده إلا خيار واحد ألا وهو تحويل هذا السكر اللي إيجاه إلى دهون وإلى دهون ثلاثية وهذا فيديو عن الفركتوس وأضواره موجود في قناتنا في اليوتيوب بإمكانكم مشاهدته وكما أقول دائما جرب بنفسك يعني كل 100 غرام تين وشوف برفع لك السكر ولا ما برفع لك السكر فيه في الأردن ما بعرف إذا موجود في الدول العربية الأخرى ولا لا لما نروح نكون في الأسواق مثلا وبيعين التين وخاصة في موسم التين أول ما نسأله عن التين على طول ما أخذ حب التين وبيحلف عليك يمين أنك لازم تاكم أنا عن نفسي إذا أكلت هذه الحبة من إيده إذا أكلت الحبة هاي هذاك اليوم ما باكم خلاص بكف خاصة إذا كان التين كبير والحبة تكون حلوة يعني مذاقة حلو كثير خلاص أكلت حبة كافي فإذا بتتحكم بأكلك بالتين مش تكثر منه ما فيه أي مشكلة جرب بنفسك وشوشو النتيجة اللي بتحصل معك وإذا بدك تكثر منه يعني تاخذ زيادة أربع حبات خمس حبات ست حبات برضو كل أشوف هل أثر على جسمك مثل ما بيأثر على جسمي ولا لا هل رفع لك السكر أم لم يرفع السكر وإخواني وأخواتي أنا هون بتكلم عن التين الطازج التين الطازج مش المجفة التين المجفة أو الفواكه المجفة كلها بشكل عام الكمية السكر اللي موجود فيها أضربه بثلاث يعني لما قلنا التين مثلا في 16 هذا الميت غرام من المجفة فيهم 48 فهذا ممنوع هو أو أي نوع فاكه مجفة آخر رأيت في الإنترنت ناس كثير بتقول نقع التين في زيت الزيتون وتناول حبتين أو ثلاث حبات كل يوم أنا عن نفسي ما جربت وما عندي معلومات عن هذا الموضوع وما راح أجرب طبعا ليه؟ لأني بعرف أنا وماشي على نظام اسمه درهم وقاية خير من قنطار علاج ليش أرفع السكر وأنا عارف إنه فيه ثلاث أبعاث كمية السكر اللي موجودة في التين فما بلزمنيش وما عندي عنه أي معلومات وفيديوهات أخرى بيقول لك لا انقعوا بمي وكلوا مع العسل طبعا للحلوين اللي دمهم إذن العسل هذا مستحيل مع لقة العسل الوحدة فيها 17 غرام سكر فمشكلة فبالنسبة لي أيضا لم أجربه وما عندي عنه معلومات لكن بسبب الفوائد اللي موجودة فيه وإن شاء الله راح أذكرها لكم الآن أنا بتناول التين لكن زي ما قلت بتحكم في الكمية يعني حبتين ثلاثة بالكثير أثناء الموسم بس في اليوم ومش كل يوم يعني مثلا بشتري التين في الأسبوع مرة خلاص باكل اليوم وباكل بكرة بعد باقي الأسبوع إنسان ما في داعي كل يوم تين 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 وإحنا طبعا عادتنا لما بناكل شغلة على طول لم يكون موسمها بنكثر منها إذا أحبناها ليه لأنها بتسعدنا وطعمها لذيذ ومغذية وكذا فبنكثر منها أما نصيحتي إنه تتحكم بالكمية يعني حقتين تين مئة غرام باليوم ما يزيده نهائي مهما كان إذا بتتحكم تفضلوا كل التين أثناء موسمه حتى لو بالدقية ثلاث مرات أو أربع مرات في الأسبوع أول فائدة إلو هي ليونة ومساعدة الجهاز الهضمي ممتاز جدا لعلاج الإمساك ممتاز جدا لعلاج الإمساك وخذها الوصفة يعني لما يكون عندك إمساك اللي بده يتخلص من الإمساك ملعقتين أو ثلاث ملاعق من زيت الزيتون يأكلهم مع حبتين تين ويستنى لكن مهم جدا إنك تعمل التوقيت التوقيت متى تذهب إلى بيت الخلاء لازم يكون محدد هذا كل يوم وحتى لو عندك صعوبة في أول يومين ثلاث راح تلاقي إن الأمور انحلت إن شاء الله مع لما تستخدم الزيت أو حتى السمن البلدي مع التين حبتين تين يعني الصبح على الريق مع ملعقتين أو ثلاث ملاعق زيت أو ملعقتين من السمن البلدي وتنتظر وتنظم الوقت وتشرب مية دافية عشان تمشي معتك فإن شاء الله تتخلص من الإمساك التين مضاد للالتهابات إلو أثر كبير في تقوية جهاز المناع مهم جدا لصحة العظام ممتاز لصحة الجل بعض البحوث تقول إنه يقلل من خطر الإصابة بالسرطان لكن هذه مش مؤكدة مئة بالمئة قرأت قبل سنوات بحث موجود في الإنترنت عن بعض العلماء اليابانيين من ضمنهم عالم مسلم إنه ليش التين مذكور في القرآن الكريم مرة واحدة والزيتون سبع مرات وأثبتت بحوثهم حسب الموقع وحسب المقال المكتوب إنه تناول حب التين مع سبع حبات زيتون يضاعف فائدة الزيتون ويضاعف فائدة التين هو ليش التين مفيد جدا مش لأنه معادنه كثيرة وفيتاميناته عالية جدا لا هو لأنه غني جدا بمضادات الأكسل وجسمنا بيحتاج أحماض أمينية فيه ثمن أحماض أمينية وفيه جدال على التاسع لهوليستدين هذا بعطينا 18 نوع من الأحماض الأمينية اللي بيصنيعها جسمنا واللي بيحتاجها جسمنا كل الأحماض الأمينية الضرورية موجودة فيه وزي ما قلت الفيتامينات اللي فيه مش كثيرة يعني مش عالية جدا من حاجة جسمنا اليومية أعلاها فيتاميين بي 6 بعطينا 8% من حاجة جسمنا اليومية والباقي زي ما انتم شايفين أمامكم على الشاشة بي 5-6% بي 1-5% وهلما جرى لكن فيه فيتاميين كي موجود فيه 4% من حاجة جسمنا اليومية وأيضا مش غني كثير بالمعادن أعلى شيء فيه اللي هو المنغنيز بعطينا 6% وفيه 5% من حاجة جسمنا اليومية وفيه 5% من المغنيزيوم ومن البوتاسيب 5% من الكالسيوم 4% ومن الحديد 3% والباقي كله أقل من 2% وإذا بدك تعرف بالضبط قديش حاجة جسمك من الفيتامينات والمعادن هذا الفيديو موجود في قناتنا في يوتيوب بإمكانك وبإمكانك مشاهدته إلو أضرار؟ لا ما إلو أضرار إذا أخذناه بكميات قليلة ما إلو أضرار وطبعا اللي عنده حساسية للتين أو أي طعام آخر الأفضل إنك ما تتناول كثرة تناول التين تسبب الإسهال فما تتناول تين بكميات كبيرة يعني كل بشكل معتدل وفي أحيانا بيقول لك هذا لأنه فيه فيتامين كي يؤثر على ارتفاع ضغط الدم على أدوية ارتفاع ضغط الدم اللي بأخذ أدوية ضغط الدم بيأثر عليها وبتعارض معها فليش نكثر؟ إذا أنت أخذت حبتين إلى ثلاث حبات من نفسك أثناء موسم التين ثلاث مرات في الأسبوع ما فيه أي مشكلة إن شاء الله بس مش نروح زي ما كنت زمان أنا لما يعني ييجي موسم التين وخاصة إنه صعب نجده في ماليزيا وفي جنوب سرق آسيا إلا مستورد ولازم نروح على سوبر ماركت معين لما كنت أشتري التين علبة كاملة كيلو أخلصها لا ما تعمل هيك لأنه هذا مشكلة وبيرفع لنا السكر وبيجي بلنا مشاكل أخرى بعضكم سألني عن أوراق التين هل تخفض السكر أم لا؟ أولا أنا ما جربتها ليه؟ لأنه أنا عندي مبدأ ليش أنا أرفع السكر أرفع السكر عندي يعني وبعدين أدور على إشي ينزله لا ما فيه إلو داعي فإن شاء الله رح أعمل بحث إن شاء الله عنها وإن شاء الله بعطيكم القلاصة بإذن الله وبعد هيك بنرفع فيديو على اليوتيوب للي ما حضر إن شاء الله يشاهده فيما بعد ومثله برضو لحليب التين المادة اللي بتخرج من التين المادة البيضاء هاي اللي كانوا يستعملوها حتى تقضي على الثآليل مثلا أو مسامير القدم هذي كانوا يستخدموها زي هيك والآن في مواد مصنعة من هذا بالإضافة للمواد أخرى عشان تعمل كملين حبوك كملين وإن شاء الله رح أعمل بحث عنها وأوفيكم بالصافي بإذن الله سبحانه وتعالى وسأجيب إن شاء الله عن السؤال هل يصلح الشمام للسكريين للناس الحلوين اللي دمهم زي العسل والإجابة نعم مسموح لكن بشروط خلينا نشوف شو هاي الشروط وشو الأسباب اللي بتخليه مسموح بشروط وطبعا نفس الشيء للإنسان اللي بدي يخفف وزنه اللي عنده دهون زيادة وحاب يتخلص منها المؤشر الجليسيمي للشمام من 62 إلى 70 يعتمد على حلاوته يعني مقدار نطجه ولو أخذنا 100 غرام من الشمام 100 غرام من الشمام نجد إنه فيهم سعرات حرارية 40 للناس اللي بتحسب السعرات الحرارية السكر من 8 إلى 12 في المتغرام وهذا يعتمد أيضا على مقدار حلاوته يعني لما نذوقه قديش مقدار الحلاوة فيه حلو كثير اللي مش حلو كثير فمن ثمانية لأطماش بدنا نعتبر المتوسط اللي هو العشرة نعتبر إنه 10 غرامات في 100 غرام من الشمام هذولا ثلاث غرامات سكروز اللي هو غلوكوز وفركتوز وغلوكوز لو 1 ثلاث وفركتوز لو 1 و4 فهيك بصير المجموع إذا بدنا نأخذ السكروز مع الغلوكوز مع الفركتوز بصير عندنا فركتوز 5.5 وغلوكوز 4.5 هذول العشر غرام عبارة عن مكعبين سكر يعني ملعقتين صغيرتين من السكر فالقصة الأولى أو المشكلة الأولى إنه المؤشر الجليسيمي مرتفع فوق الخمسين والقصة الثانية إنه السكر اللي فيه 10 غرامها يعني الإنسان لم يتناول الشرحة فاللي هي 160 غرام تقريبا بيكون أخذ 15 أو 16 غرام سكر وهاي كمية كبيرة يعني 15 غرام سكر هذا شرح الشمام واحدة وإحنا العرب بنحب الشمام في موسمه فبناكل منه كثيراً عشان هيك قلنا مسموح لكن بشروط معدل السكر اللي بيكون موجود في الجسم والجسم مرتاح على هيك هو ملعقة سكر 5-6-7 غرام ماشي الحال أما أكثر من هيك بيكون تعب على البنكرياس اللي لازم يتعامل مع هاي الكمية من السكر خلال ساعتين ورجعوا لوضعه الطبيعي فلما ناكل شمام نحسب حساب إنه لما ناكل شرحة شمام اللي هي 160 غرام إحنا أخذنا لجسمنا 15 أو 16 غرام سكر واسمحوا لي قبل أن أكمل أن أشكر جميع أطار عائدتنا متحدي وقاهري السكري اللي نضموا للقناة في اليوتيوب أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضاً كل من سينضم إن شاء الله طيب الدكتور الفلاني بيقول مليان فوائد كله فوائد طيب كيف نضيع فوائده وبيحسنه الضغط وليش طيب شو السبب إنه بحسن الضغط لأنه يحتوي على كمية عالية جداً من البوتاسيوم هيك بقوله ويحتوي على 100% من حاجة جسمنا اليومية من فيتامين سي هذا كلام غير صحيح غير صحيح البيتامين سي اللي موجود فيه 22% من يحتاجه صح لكن مش أكثر من هيك خلينا نقول 25% لكن مش 100% هاي واحدة نسبة المعادن اللي موجودة فيه وقديش بتسد من حاجة جسمنا اليومية أعلى شيء فيه اللي هو البوتاسيوم تتراوح ما بين واحد إلى خمسة وأعلى شيء البوتاسيوم قديش فيه قديش فيه خمسة بالمية من حاجة جسمنا اليومية فمش عالي جداً زي ما بقول البعض يعني وأعلى شيء زي ما قلت في البيتامينات هو فيتامين سي فيه 22% بس ما ننسى أنه يحتوي على فيتامين ك فيتامين ك كي وان وكي تو يحتوي عليهم وبيعطينا 4% من حاجة جسمنا اليومية وبيتامين ك هذا مهم جداً ومن بي 9 بيعطينا 5% ومن بي 6 بيعطينا 7% من حاجة جسمنا اليومية وإذا بدك تاكله ولا بد عشان طعم ثمك وما تنحرم منه يعني نجي مثلاً اللي 50% مستوي مش 100% ويكون زي القطر يعني زي الماء الحلى يعني لا ما يكون هيك وممكن كمان تعمل بالكوكتيل مع حبيب اللوز وما فيها أي مشكلة وما في داعي يكون كل يوم ونا تنسى أنك لما تاكل الشلحة الحلوة كثير اللي هي 160 غرام أنك أخذ 15 أو 16 سكر وما ننسى أنه الدماغ ما بيفرق بين أنواع السكر لما يدخله سكر يعني هذا مثلاً إيجاني من الأكل من الحمص والنشويات وغيره وغيراته ولا إيجاني الأكتوز إيجاني من الحليب ولا سكروز وفركتوز وكل الأمور هاي اللي موجودة في الكولة وغيرها ولا إيجاني مثلاً من الشمام ما بيفرق هذا سكر وبيدي أتعامل معه وما ننسى أنه كمية الفركتوز اللي موجودة أعلى من كمية الغلوكوز يعني الغلوكوز هذولا 6 غرام تقريباً 6 غرام أو 7 غرام رح يطلعوا فوراً من الشرحة هاي رح يطلعوا فوراً على الدم ويرفع لك السكر والفركتوز الباقي لازم يروح على المصنع عشان يدير باله عليه ويحوله إلى غلوكوز ويستهلكوا الجسم بعدين وهذا الكبير تشغل 24 ساعة يعالج مشاكلنا فإحنا نروح نعطيه شغلة زيادة مش المفروض يكون الوضع هيك والسكر اللي ما بيستهلكوا الجسم رح يحولوا إلى سمنة ودهون فما فيش داعي لأكل الفواكه بشكل عام كل يوم ليش؟ لأنه كل الفواكه ترفع السكر ما في فاكه ما بترفعش السكر لكن بترفع السكر بمقادير معينة وهذا يعتمد على نسبة السكر والنشويات اللي هو الحمل اللي غلايسيمي ويعتمد أيضا على المؤشر اللي غلايسيمي اللي هو المدة اللي رح يرفع فيها أو يرتفع فيها السكر ونصيحتي أنه أي شيء مؤشره لغلايسيمي فوق الخمسين انسى أمره واتعد عنه قدر المستطاح والحمل اللي غلايسيمي يعني نسبة النشويات والسكر اللي موجودة فيه تكون تحت العشرة فبعد العشرة لازم نكون محتاطين واندير بالنا وما نستمع للحميات الغذائية الأمريكية اللي بتنصحك 300 غرام من السكر والنشويات كل يوم بعدين تعليق فيه أخ أو أخت بيقول أنه أنا باكل وجبة واحدة فيها 300 غرام كربوهايدرات وبعد هيك الوجبات ما فيش فيها كربوهايدرات هذه العملية هاي أنك تاخذ وجبة واحدة كلها كربوهايدرات أو الكربوهايدرات فيها عالية على المدى البعيد رح تجيب لك مليون مشكلة رح تجيب لك السكري رح تجيب الدهون الثلاثية رح تجيب لك السمنة رح تجيب لك ارتفاع ضغط الدم وكل الامتهابات اللي رح تلحق مقامة الإنسليون السكري فما بنصح فيها يعني ما يتعداش أكلك كله في النهار عن 50 غرام من الكربوهايدرات في 24 ساعة وأنا أنصح الأفضل أنه يكون اللي يدفل لجسمك من كل أنواع السكريات سكروز غلاكتوز فراكتوز لاكتوز مالتوز كله كله هذا ما يدفل لجسمك أكثر من 30 على الحد الأقصى 50 غرام حتى تحافظ على صحتك غنية بفيتامين سي فيها تقريبا 75% من حاجة جسمنا اليومية وفيها من بي ناين اللي هو بي 9 فيها تقريبا 10% من حاجة جسمنا اليومية وفيها كمية جيدة من اللايكوبين اللي هو مضاد أكسدة فيها تقريبا 2 ميلي جرام وحاجة جسمنا من 8 إلى 20 ميلي جرام في اليوم والسؤال هل تصلح الببايا للحلوين للناس اللي دمهم زي العسل هل تصلح أم لا تصلح والجواب نعم ولا يعني بدي أحيركم هيك نعم ولا لا ما هترسيلك على حل يا دكتور نعم ولا لا لا هي نعم ولا وإن شاء الله راح نشوف ليش ونفس الشيء للي عنده سمنة ودهون يعني اللي بيحاول يخفف وزنه تصلح ولا تصلح وخلينا نشوف إن شاء الله مع بعض شو السبب قلنا تصلح ولا تصلح للحلوين للناس اللي دمهم زي العسل وتصلح ولا تصلح للناس اللي بدون نخفف وزنهم والسبب هو التالي المؤشر الالجلي ستين مرتفع أنا أعتبره مرتفع البعض بقول لك متوسط يعني من خمسين لستين متوسط لا أنا فوق الخمسين عندي يعتبر مرتفع فأنا أقول إنه هذا المؤشر الالجلي سيمي إلها مرتفع لو أخذنا 100 غرام من الببايا من اللوب اللوب الببايا الذي يؤكل للناس اللي بتحسب السعرات الحرارية السعرات الحرارية 43 والسكر اللي في المئة غرام من الببايا من 10 يتراوح من 10 إلى 13 غرام خلينا نعتبر الرقم الأقل خلينا نقول إنه فيهم بس 10 غرامات من السكر طبعا ما فيها سكروز فيها الجلوكوز 5.5 غرام والفراكتوز 4.5 غرام لاحظ هون إنه الجلوكوز أعلى شوي من الفراكتوز وهذا رح أشرحه بعد شوي إن شاء الله عادة الشخص اللي بيأكل حتى بيبعوها في الأسواق داخل كيس بلاستيك قطعة طويلة من هاي تقريبا 200 غرام لما نتناول هذول 200 غرام لازم نعرف إنه إحنا إجانا أربع مكعبات سكر من اللي موجود في الببايا وطبعا العصير ممنوع يعني إنك تفصل تفصل الماء عن اللب اللي فيها في العصارات هاي اللي تطع المية لوحدها والتفل أو باقي المواد الأخرى لوحدها هذا ممنوع لأنك بس بتأخذ مية وفرق توس غير هيك ما فيش تأخذ مية وسكر غير هيك ما فيه وكما أقول كالعادة جرب بنفسك يعني لما تاكل الببايا وبدأت تتناول الببايا لازم تفحص قبل وبعد وتشوف إنها مناسبة إليك ولا مش مناسبة فإذا كانت مناسبة وما بترفع لك السكر بسرعة وما بتعلي لك السكر لرقم عالي جدا فتناولها بصحتين وعافية وإذا رفعت لك السكر وضرتك ابتعد عنها ذكرت إنه المتين غرام فيهم تقريبا عشرين غرام من السكر مجموعة اللي هو غلوكوز وفركتوز لاحظ إنه الغلوكوز أعلى من الفركتوز شو معنى هذا الكلام الغلوكوز هذا بطلع دغري على الدم ما يعني ما بيستناش أول مناكل على طول بطلع للدم وببين ارتفاع السكر وشو بالنسبة لفوائدها بيقولوا لها فوائد في الهضم في كذا في كذا فيها فوائد كثيرة طبعا فيها فوائد خلينا نشوف شو فيها من المعادن والبيتامينات نسبة اللي بتعطينا البابايا الميت غرام من حاجة جسمنا يعني بتراوح من واحد إلى ستة هذا من المعادن من واحد إلى ستة بالمية أعلى شيء هي في المغنيزيوم تعطينا الميت غرام تعطينا ستة بالمية من حاجة جسمنا اليومية لكن بالنسبة للبيتامينات من واحد إلى ستة برضه لكن البيتسعة فيها عشرة والمية وبيتامين سي فيها خمسة سبعين بالمية من حاجة جسمنا اليومية وهذه كمية ممتازة وعشان ناخذ فيتامين سي اللي موجود فيها ونستفيد أيضا من الفوليت اللي هو البيتسعة هاي فيها مراحل الاستواء المرحلة الأولى والثانية والثالثة فبإمكانك تاكل من المرحلة الأولى والثانية والثالثة وتدير بالك لما تاكل المرحلة الرابعة إذا كنت من الناس الحلوين اللي دمهم زي العسل حاول أنك تفحص إذا بتاكل منها وإذا بتكثر لكن إذا التزمت بالطريقة اللي إن شاء الله رح أقول لك إياها إن شاء الله ما فيه خوف وما رح ترفع لك السكر كثير البابايا قبل ما تستوي مشهورة جدا في لاوس ومشهورة جدا في بيتنام وفي كمبوديا والفلبين بيعملوها سلطة ممتازة ورائعة وطعمها ممتاز وزي هيك كرنشي يعني بتقرش زي الخيار شبيهة بالخيار وطعمها ممتاز وطبعا كل الفوائد اللي في الميت غرام رح تأخذهم من البابايا ومعظم دول جنوب شرق آسيا بتعملها ستير فراي يعني قلي على قلي على السريع شوية زيت شوية كذا مع باقي الخضار وبتقليها بسرعة وطيبة ولذيذة وبرضو رح تأخذ الفوائد اللي موجودة فيها إذا كان هدفنا الفوائد أكل مشهورة في الفلبين اللي هي بطبخوها مع الدجاج هذه اللي شايفها أمامك هذه عبارة عن بابايا نيئة يعني ممتازة جدا وطعمها لذيذ وأنا أكلت منها جيدة وبرضو رح نأخذ الفوائد مش كل الفوائد اللي زي اللي غير مطبوخة لأنه لما بنطبخ إحنا الطعام بفقد بعض الفوائد اللي موجودة فيه ممكن أنك تخللها زي اللي بخللوها في الفلبين تكون خضرة مثلا نشتريها يعني غير ناضجة ونقطعها وتتخلل مع الملفوف مع الفلفل أو مع أي شيء آخر إنك بتحب تخلله معها طيب إحنا بدنا ناكلها حلوة ما بدناش ناكلها غير مستوية ونية أو كذا ما بدنا تمام ما في مشكلة ما يزيد الكمية اللي رح ناكلها عن 50 غرام وحتى لو كان كل يوم بعيد حتى لو كان كل يوم لأنه 50 غرام لما بدخل جسمك فقط مكعب واحد من السكر ولازم تكون عارف إنه من الحسبة 50 أو 30 غرام المسموح لك طول 24 ساعة دخل لك من هذه البابا اللي رح تاكلها ملعقة سكر أو مكعب سكر اللي هما 5 غرام وكلها يعني تحكم بالكمية لا تحط بالصحن كمية كبيرة قطع قطعتين ثلاث قطع ما يزيده عن 50 غرام مثل ما أنا بعمل يعني لما تيجع بالي باكلها لكن بتحكم إذا موجدت طبعا بتحكم بالكمية وهيهم جايما تشايفين قطعتين قطعتين أو ثلاثة يعني مش كلا شو رح يصير يعني بس عشان طعم ثمه الإنسان وما يكون محروم من كل شيء بسم الله ما شاء الله لذيذة وطعمه ممتاز يعني أنا بحبها يعني لكن ما نكثر منها لأنها رح ترفع لنا السكر وإذا كنت بتشاهدني للمرة الأولى معكم أخوكم الدكتور علي القاسم وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله وأحيانا وممكن أن نكون ننقذ الأرواح فكن واحدا منا وشارك هذه القناة وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك أمره لأنك ستؤجر على فعل الخير وهذا الخير اللي تفعله رح يرجع لك بطريقة أو بأخرى أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأشكر أيضا فريق العمل بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته